السلام عليكم ورحمة الله سنواصل إن شاء الله تعالى مع النص القرائي الذي بدأناه في حصص مضت وهو ذهاب وإياب نشتغل على الحصة الثانية لكن أذكر بعجالة بأبرز الأحداث التي دارت في هذا النص فالنص يحكي قصة شاب اسمه شدوان لديه أب شيخ مريض يعاني دائما من أنات وأوجاع أخذه إلى طبيب القرية الطبيب العجول الذي لم يتمكن من فحصه فحصا مناسبا أعطاه دواء أي دواء كان يعالجك كل الأمراض كما قيل في النص لكن ألم الشيخ لم يقل ولم يتحسن اضطر معها شدوان إلى نقله إلى طبيب خاص في المدينة ركب على حمارهما وذهب وفي حوار له مع الطبيب عرف أن عليه أن يجري عملية جراحية مستعجلة لوالده لكنه لم يكن يملك ثمنها فاضطر إلى بيع الحمار في سوق المدينة وأداء ثمنه إلى الطبيب الذي أجرى العملية وقال أنها كانت عملية ناجحة لكن مع ذلك توفي الشيخ بعد إجراء العملية نواصل إذن حيث توقفنا وهي خطوة التحليل نبدأها بالتعرف على الحقول الدلالية التي تتقاسم هذا النص هناك حقل دال على المرض وحقل آخر دال على الفقر من الأمثلة التي استخرجتها وتدل على المرض كلمة أنات المرض خطير عملية جراحية ألمه المعتاد يعالج كل الأمراض إلى آخره من الأمثلة التي وردت في النص أما بالنسبة لحقل الفقر فهناك أمثلة تدل بطريقة غير مباشرة عليه مثلا سأبيع الحمار من أين لنا أجر الطبيب الخاص وقع الخبر كالصاعقة وغير ذلك ما دلالة هذه الحقول؟ أولا طبيعة العلاقة بينهما هي علاقة ترابط وطيد فالفقر الذي يعيشه شدوا ووالده كان سببا في تزايد آلام الشيخ وفي تأخره عن تلقي علاج نمر إلى العنصر الثاني وهو تحديد العناصر السردية في النص لأن النص قلنا نص سردي أبرز العناصر التي سأبدأ بها معكم هي الشخص لماذا قلنا الشخص لوجود حمار في النص؟ أبدأ بالشخصية المحورية أو شبه المحورية وهي شدوان شدوان شاب ضار وعطوف وفقير هو بار بوالده لأنه حس بألم والده وضطر رقم فقره إلى أخذه إلى الطبيب أما والده فهو شيخ مريض يتألم لكنه مع ذلك شخص صبور بالنسبة لطبيب القرية وصفه الكاتب أنه كان عجولا أي يشتغل بسرعة نظرا لأنه ربما غالبا هو الطبيب الوحيد في القرية كما تعلمون ثم أن المستشفى أو المستوصف كان غاصا بالمرضى بمعنى إذا لم يقم بالعمل بشكل سريع فإنه سيجد صعوبات في الكشف على كل المرضى أما طبيب المدينة فوصفه الكاتب أنه طبيب مختص يمكن اعتباره متعاونا على اعتبار أنه خفض تكلفة العملية لشدوان خفض له تقريبا خمس جنيهات لكن مع ذلك يمكن أن نقول أنه لديه منطق الحسابات كيف ذلك؟ استنتجناها من أنه عندما قال لشدوان أن العملية كانت ناجحة من منطق الحسابات والمنطق الطبي فهي ناجحة لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي وفاة الشيخ بالنسبة للحمار يعد محورا أساسيا لماذا؟ لأنه أولا هو وسيلة النقل التي استعملها شدوان ووالده في تنقلهما من القرية إلى المدينة يعد ضروريا كما قال شدوان فهو ضروري في أشغال الحقل لكن ضروري أيضا لإجراء العملية الجراحية فبفضله تم توفير ثمانها نمر إلى العنصر الموالي دائما ضمن العناصر السردية وهي الأماكن فالأماكن في النص كثيرة جدا أول مكان هو القرية من صفاتها أنها تفتقر إلى الإمكانات الطبية المتخصصة والكافية المكان الثاني هو المدينة مبانيها شاهقة أضواؤها وهاجة فيها أطباء خاصون تكلفة التطبيب فيها غالية لدينا أيضا بيت الشيخ وبيت متواضع بسيط جدا الطريق من القرية إلى المدينة كان مندا كان طويلا وخاليا بالنسبة لمكان الآخر مهم وهو المستوصف الذي في القرية مستوصف غاص بالمرضى كما وصفه الكاتب المكان الأخير هو غرفة العمليات بالمدينة وهو مكان إجراء العملية الجراحية لكنه كذلك مكان موت الشيخ بعد الأماكن ننتقل إلى الأزمنة هي أيضا لها دلالة في النص هذه المرة لم أركز على الأزمنة المعتادة هي موجودة في النص أي نعم لكنني فضلت أن أركز معكم على نوعين من الأزمنة التي نستنتجها من خلال الأحداث لدينا زمن بطيء وممتد كيف ذلك؟ هو زمن مرض الشيخ فمرض الشيخ امتد لسنوات طويلة لدينا كذلك زمن سريع وهو عندما تم إخبار شدوانا بضرورة إجراء عملية جراحية مستعجلة بالنسبة للحكي فقد تم بأساليب مختلفة ومتنوعة أولها السرد من السرود التي وردت في النص كشف الطبيب على المريض لدينا كذلك الوصف وقد زاوج الكاتب بين الوصف الداخلي والخارجي من الأوصاف الداخلية هي وصف الألم الذي يعتصر في جوف الشيخ والد شدوان ألمه المعتاد كما قال الكاتب لدينا أيضا وصف للأفكار الغريبة التي راودت شدوانا وهو يفكر في بيع الحمار لإنقاذ حياة والده كذلك من الأوصاف الخارجية كثيرة جدا في النص استخرجت فقط مثالين لدينا يلهث ولدينا أيضا الطبيب الذي وصف بالعجول أما الحوار فقد تمت المزاوجة بين نوعين من الحوار هناك حوار خارجي دار بين شخصيتين بين الشدوان والطبيب الخاص في المدينة حول العملية الجراحية التي ستجرى حول الثمن يعني الموضوع كان محددا بالنسبة للحوار الداخلي فقد دار في دواخل شدوانا في فكره وهو حائر هل يبيع الحمار والحمار ضروري أم يؤدي العملية تمنى العملية الجراحية به فوالده أيضا يعد ضروريا هنا يصور لنا حيرة شدوانا في أمره نمر إلى الخطوة الثالثة والأخيرة ضمن التحليل وهي استخراج القيم المبثوثة في النص هناك قيمة سكانية طاغية تتمثل في معاناة سكان البوادي وخاصة الفقراء من أجل الحصول على الخدمات الطبية مما يؤدي في الغالب إلى تأخر العلاج والفحص كذلك بالنسبة للتركيب فقد لخصت لكم النص على الشكل التالي في هذا النص يصور الكاتب بأسلوب أدبي متنوع معاناة أهل البادية من أجل الكشف الطبي الذي يتأخر بسبب الفقر من جهة وقلة الإمكانيات الطبية في البوادي من جهة ثانية ونستفيد من قصة والد شدوانا الذي مات بعد إجراء العملية أن الإنسان عليه التعجيل بالفحص لمعرفة مرضه مبكرا مما يسهل العلاج أخيرا كاستثمار أو تقويم لما سبق أسألكم ما هو رأيكم في الأسباب الأخرى التي تجعل الإنسان يتأخر في اكتشاف المرض وعلاجه يمكنكم أن تجيبوا عن سؤال الاستثمار في التعليقات تكتبوها لفي التعليقات تحت الشريط وسأقرأها وأطرع على آرائكم إلى اللقاء في نص آخر إن شاء الله سأترك لكم الملخص ترجمة نانسي قنقر